إلى العرب اللندنية الصدر يهرب إلى المعارضة الوطنية ويتخلى عن الحكومة كيف ذلك؟ أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مساء الأحد عن مساعي تشكيل الحكومة العراقية لثلاثين يوما والانتقال إلى المعارضة خلال هذه الفترة في خطوة قالت أوساط سياسية عراقية إنها تؤكد مجددا أن الصدر لا يرغب في تشكيل الحكومة وأنه يفضل الهروب من المشهد وترك مهام الحكومة لخصومه في الإطار التنسيقي يأتي هذا في وقت يتحرك فيه المستقلون مدعومين برئيس اتلاف دولة القانون نوري المالكي من أجل اقتراح اسم رئيس حكومة سيكون أبعد ما يكون عن الصدر وأقرب إلى خصومه واعتبرت الأوساط السياسية العراقية أن مهلة الأربعين يوما التي انتهت منذ أيام ثم المهلة الجديدة التي ستستمر شهرا تظهران بما لا يدع مجالا للشك أن الصدر لا يريد أن يحكم وأنه يريد أن يكتفي بإلقاء المسؤولية على عاتق الآخرين وتبرئة نفسه ولفتت هذه الأوساط إلى أنه لا أحد طلب منه هاتين المهلتين وأنه بعد أن حاز أكبر كتلة في البرلمان كان من باب أولى وأحرى أن يبادر بتشكيل التحالف الذي يتيح له الحكومة بل تشكيل الحكومة ودعم مرشح لرئاسة الجمهورية لكنه منذ البداية كان يخطط لعدم استلام الحكم اشتركوا في القناة